بالتزامن مع الشروع بتنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا وعلى الرغم من أعلان الحكومة اللبنانية أنها ستلتزم بتنفيذ القرارات العربية بهذا الشأن إلا أن تقارير اقتصادية من داخل لبنان تفيد بإمكانية الالتفاف على العقوبات بسهولة عبر قنوات تجارية غير رسمية مع سوريا فضلا على عدم تقبل الاقتصاد اللبناني عبءا آخر غير الذي يتكبده بسبب الديون وتأثيرات الخلافات السياسية التقديرات الأخيرة للوضع التجاري بين البلدين تصف لبنان بأنه ممر اقتصادي إجباري لسوريا تمر عبره السلع التجارية الأمر الذي يخفف من وطأة العقوبات العربية والدولية المفروضة على دمشق ويأتي الحديث عن هذا الممر على الرغم من تأكيد وزير الاقتصاد والتجار اللبناني قولا نحاس أن حكومته ملتزمة بتنفيذ العقوبات العربية على سوريا برغم عدم تصويته عليها من جهته أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عدم وجود ودائع للحكومة السورية ولا للمصرف المركزي السوري في البنك المركزي اللبناني مؤكدا أن لبنان لا يمكنه مخالفة أي قرار دولي لذلك المصارف ملتزمة بقرارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعدم تحريك أرصيدة مسؤولين معينين تطالهم العقوبات في غدون ذلك علق ديبلوماسيون عرب في القاهرة على التقارير التي تحدثت عن الممر التجاري اللبناني غير الرسمي إلى سوريا وقالوا إنما مرا من هذا النوع سيكون أوسع نطاقا من جهة سوريا الشرقية المتمثلة بالعراق الذي كان موقف حكومته علنيا في عدم الالتزام بالعقوبات العربية مما يتيح لها القدرة على التنفس اقتصاديا وهذا ما أكده بالفعل وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وصف العراق بأكسجين سوريا الاقتصادي لا سيما ما يتعلق بتوريد الوقود اللازم إليها يشار إلى أن الاقتصاد السوري يعمل بنسبة لا تتجاوز 40% كحد أقصى من طاقته وهذا يترجم بالبطالة وإقفال مصانع وتراجع السياحة وتدهر سعر الليرة السورية بنسبة 24% وكانت جامعة الدول العربية فرضت بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة عقوبات على سوريا بسبب استمرارها في استخدام العنف ضد المحتجين وتضمنت حظر التعامل التجاري مع الحكومة السورية ووقف التعاملات مع المصرف المركزي السوري ووقف حركة الطيران إلى الدول العربية ومنع تسع عشرة شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية فيما فرضت تركيا من جهتها عقوبات شملت تجميد الصفقات التجارية مع دمشق ووقف المبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي ترجمة نانسي قنقر